بعد مهمة وطنية كانت ناجحة في فترة التوقف نرجع تاني من جديد للمنافسات المحلية المترجم للقناة اعودة من جديد لمطشات الدوري المصري دوري نايل اللي هتستكمل بكرا ان شاء الله بمواجهتين بيراميز واسموها ومودرن فيوتشار ضد الجونة كمان الجمعة هيكون فيه مباراتين للقطبين الاهلي ضد فاركو الزمالك مع السراميكا كيليوباترا فترة التوقف فاتت وانتهت واللي جاي يا ربي يكون اقوى وامتى للكورا المصري يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقة جديدة رقم عشرة دوري راجع بننسى احنا الدوري ده خالص بننساه بننساه يعني طول الوقت احنا عندنا فترات توقف طويلة في الدوري بيتطول معانا اه كان فيه مطشين طبعا لمنتخب مصري مهمين جدا ومنتخبنا الاهم وكل شيء بس بننسى الدوري مبارح كنت في اللقاء صحفي فحد بيسألني بيقول لي انت بصراحة ويقول لي كده بصراحة كده انت اي رأك في الدوري المصري قلت له لأ طبعا لأ ما قال ليش كده قال لي هو انت راضي عن الدوري المصري قلت له لأ طبعا مش راضي لأ طبعا مش السناء دي من سنين طويلة مش راضي نفسي حس المسابقة بتاعتنا دي اللي هو مثلا مثلا يعني المباراة تقام كل يوم سابت وحد قولي احنا اجازتنا مش السابت والحد جمعة وسبت نعرف كده مباراة الدوري تبقى في الاجازة الرسمية بتاعت البلد تستمتع بالمباراة احنا ما شاء الله الدوري عندنا بتلاعب كل يوم يعني اليوم اللي نلاقيه في واضي نحط له مطش خد مطش كده لدرجة لرجل محترم الكابتن عامر حسين حاطت مطش اول يوم العيد مما فلايتش خليه تاني يوم العيد تاني يوم العيد فاكرين الحمد لله يعني ربنا ايش فيه دايما وهو دلوقتي في حالك كويس احمد رفعت مطش في اول يوم رمضان اول يوم صيام يعني حبكتش يعني عارف انت خلاص عارف انت ماذا لو انا ماشي على النظام ما بل اخبطوش اقول لك لا يتلقب في العيد يتلقب في رمضان يتلقب في اي وقت انا معاك بس يعني على فاكرة العيد كله فيه مطشاط يعني حد واثنين وثلاث واربع يعني فيه مطشاط يعني خلاص خلي يا سيدي كل المطشاط يوم الاثنين والثلاث والاربع سيب لي الناس اول يومين يحتفلوا مع اثارهم والناس في حاجة كده ما بتفهمهاش يا جماعة دوري بقى عايزين نحس ان احنا عندنا دوري حلوة كده دوري فيه مطشاط مثلا انا عارف ان المطشاط بتاعدي الدوري دي بتتلقى بالساعة مثلا خمسة وسبعة يوم الجمعة والسبت اللي عايز يفرج على الاهلي ماشي اللي عايز يفرج على الزمالك ماشي خد الاسماعيلي تمام المصر اهو استثناء مثلا ممكن هزود يوم الحد معاه زي مثلا دوري انجيزي كده بتلاقي بسابت وحد واحياة بيبقى فيه مطش ولا مطشين يوم لاثنين هلحس كده وانت راجع الدوري اهو احنا بنحب الدوري بتاعنا كده كده بنحبه على شكله كده بنحبه اللي بيحصل فيه ده كله بس نفسك هيب عندك دوري حلو اهو كلمة كنتين قلت افضفض معاكم بيهم واحنا بنبدأ الحلقة النهار نفسي بقى عندها دوري حلو سلطة النظام ده بيعمل ايه؟ بيعمل مشاهدات اعلى على مستوى البس التلفزيوني بيخلي الناس في اجازاتهم يروحوا المدرجات ويستمتعوا بالمباريات يخلي مستوى المسابقة واضح كده والفرق مستوى كويس لعيبة كويسة تطلع لمنتخم مصر فيها تفاصيل كتير قوي احنا دايما بنتكلم على انتظام المسابقة بس الناس بتقولها كده وخلاص لكن لا انتظام المسابقة دي تأثيرها كبير جدا ايجابي على الكرة المصرية لو ده حصل ان شاء الله في يوم الايام مجدبش عليك يعني هاللوقتي ونحن نلامس الاربعين من العمر يعني الواحد بقاله بتاع عشرين سنة بتاع عشرين سنة ما شافش دوري منتظم لا عشرين سنة ايه من ساعة ما ويد على الكرة احده عنده 12-13 سنة كده بدأ يشوف الكرة ويفهم الكرة ما شفناش دوري منتظم ما شفناش دوري ليه ايام منتظمة ما شفناش ايه حاجة فأنا مجدبش عليك يعني متشائم هقولك متفائل هبقى بضحك عليك انت عرفت انا متفائل دايما بس في قصة الدول دي متشائم لللي جاي كمان هعمله ايه يعني ما هالحاكية بتمشي ازاي عشان حلالك تبقى فاهم برضو قالو لو سمحت انا عايز ااجل مطش عناية قالو وانا كمان نفسي ااجل مطش خد ااجل مطش التالت قالو اش معنى اجلت الاتنين الاولانين يا سيدين اجل لك انت كمان اجت عليك قالو كابتن حسام حسن عايز ياجل او يعني ياخد المعسكر بادي يومين تلاتة عشان منتخم مصر مش اجت عليك وان كان طبعا انا دايما اقول كده الاولى منتخم مصر يعني نعمل كل حاجة منتخم مصر وان كان لو فيه نظام مفيش حد يطلب ازاد من حقه بس بما انه مفيش نظام فدايما منتخم مصر اولى الله يرحمكم ويرحمنا من اللي بيحصل ده وان شاء الله نشوف حاجة محترمة في المستقبل المستقبل دا ايام تبقى مش هادر اقولك المستقبل القريب يعني الدوري اللي المفروض على الورق هيخلص 15-8 وان كنت اشك طبيعي انه اللي هيتبعه دوري اخر هيبقى فيه تأجيلات وهيطول اكتر فمش نعرف نخلص زي الناس في شهر خمسة مستحيل يعني في الدوري الجديد اللي جاي السنة الجاية دا يعني مثلا النهاردة كنت في حديث مع احد الزملاء قبل ما خش على الهول النهاردة بيسألني بيقول لي الناس بتتدايق جمالي نادي الاهلي وجمالي نادي الزمالك وكل جمالي الاندية انتو بتطلعوا تتكلموا على الصفقات بتطلعوا تتكلموا على اللاعبين الرحلين واحنا لسه يعني يعتبر في نص الموسم يعني حرام انتو كده بتأثروا على الفرق لا يا فندم والله ما قصدنا وان كان دا شغلنا يعني يعني حتى لو لو الموسم بتاعنا بيخلص بشكل طبيعي وقبلها جات لي اخبار عن انتقالاتها اقولها برضو يعني دا شغل يعمل ايه يعني يعني مصلحة ناديك وحبك لناديك دا ليك انت كمشجع انا بعمل شغل الاعلم بس احنا لما بنتكلم على صفقات دلوقتي ولاعبين رحلين عشان انت كلها اسبوع اسبوع واحد وهتسمع عن مش هتسمع هتشوف اخبار رسمية ان فيه لعيبة مشت من القليل والزمالك ما قول لعيبة القليل والزمالك تحديدا يعني او اي نادي في مصر جالهم عروض خارجية من الخليج او في اوروبا مش هيكمل معاك بالكتير لحد 36 بالكتير لحد 36 وهيمشي مش هيكمل معاك لحد 15-8 ولا 1-9 بقى بحسب ما الداره بتاعنا هيخلص فاحنا دلوقتي في الحدث احنا دلوقتي في سول انتقالات العالمي اللي انت جواه انت مش براها طيب لو انت عايز تشتري لعيبة موجودة برا تجيب محترفين يعني لازم تشتريهم دلوقتي مش هينفع في 15-8 ولا في 1-9 ليه؟ عشان هيكونوا تبيعوا وراحوا اللعبوا في فرق فانت لازم تخلصهم دلوقتي فعلا ما اطلع اقولك الاهلي بيتفاوض مع العيبة وهيدمهم خلص خلال ايام انا كده مش ببوز للاهلي صفك لما اقولك الزمالك فيه العيب هيمشي من عنده اخر الشهر ده شهر 6 انا كده مش بضر بالفريق عشان هو هيمشي فعلا اخر شهر 6 طيب اللي بيعمل فينا دا كله ايه؟ ان احنا الناس كلها خلصت واحنا لسا مكملين احنا مكملين قوي يعني لما تخيل الدوري بتاعنا فاضل له حوالي شهرين ونص حوالي شهرين ونص نص موسم كتير يعني احنا بعيد قوي كتير بقى اتكلم حد تقوله طب حلولك ايه للسنة اللي جاية يقولك والله هو فيه اكتر من تصور احنا ان شاء الله هنعمل كده او هنعمل كده او هنعمل كده طيب ما ودي فيها مشاكل ما لو ودي فيها مشاكل هنعمل كده طب لو دي فيها مشاكل هنعمل بقى كده بتاعت زمان اللي هي بتاعت امتها اللي هي بتاعت السنة دي وسنة اللي قبلها ولا قبلها في الاخر بنوصلها اللي هو مشيها وان شاء الله هتمشي ادينا متزق مع بعض وادم بتتزق بقى لنا عشرين سنة فخلينا نكملين زي مش يحصل حاجة نادي الأهلي عنده الفترة دي مفاوضات كثيرة واسماء كثيرة فيما يخص المهاجمين المرشحين للانضمام للفريق محمد كناتي اللعب البوركيني قلت لك عليهم بارح انه النادي الأهلي طلب من وكيله انه يحسن موقفه هل سينضم للنادي الأهلي ولا عرض النادي الأهلي مش مريح بالنسبة له عشان النادي الأهلي يبدأ يبص على آخرين النهاردة جات لنا معلومة ان المهاجم الأردني الرائع جدا الرائع جدا يزن النعيمات مهاجم فريق الأهلي القطري ضمن المرشحين للانضمام للنادي الأهلي احكي لك حكايته احكي لك حكايته اللعب ده بيلعف الأهلي القطري عقده ينتهي بنهاية الشهر الحالي 30 يونيو 2005 أو عفوا ينتهي العام القادم 30 يونيو 2025 فضله موسم يعني مع الأهلي القطري عنده 25 سنة وينادي الأهلي القطري قال انه اللاعب مفيش شرط جزائي في عقده واحنا نويين نمديله التعاقد بتاعه نمديله التعاقد بتاعه على فكرة الأهلي القطري كان تعاقد معه في 2021 ب700 ألف دولار 700 ألف دولار من نادي اسمه نادي السحاب القطري أيضا طيب هل الأهلي فعلا مهتم باللعب؟ هقولك تفصيلة مهمة جدا كابتن سامي أمسون المدارب المساعد مع مارسل كورر المدير الفني للنادي الأهلي قدم تقرير للمدير الفني وللجنة التخطيط في النادي الأهلي حول هذا اللاعب لعب الدولي للعب 36 مباراة مع المنتخب الأردني وسجل 17 هدف يعني اللاعب ده الآن على طاولة النادي الأهلي هل الأهلي دخل في المفاوضات؟ لا هل الأهلي خاد خطوات جدية أو رسمية في هذا اللاعب؟ لا حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة بكرة ممكن بفي خطوات ممكن بفي خطوات بس الأهلي مهتم بهذا اللاعب والأهلي حطو بديل أو ضمن البدلاء في حال عدم التعاقد أو فشل التعاقد مع محمد كناتي اللاعب البوركيني لعب ده الموسم ده يزن النعيمات لعب 18 مباراة بدأ أساسي فيهم في 17 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف وسدد أو معدل تزداده 2.1 لكل مباراة تبريدات مفتحية 1.5 لكل مباراة وصناعة فرص محقاقة أربعة لعب ممتاز ممتاز طيب يعني لو النادي الأهلي قدر يتعاقد مع هذا اللاعب مؤكرة هتكون صفقة نجحة جدا بس خل بالك أنه الأهلي القطري متمسك به وبالتالي دايماً لما بتخش في المنافسة مع نادي خليجي بتبقى صعبة شويتين 3 عشان هما بيدفعوا مبالغ طائلة جداً 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 خلينا نشوف النادي الأهلي عنده مباراة مهمة مع فاركو في عودته أو عودته لدوري مع فاركو يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله وعنده عدد من المصابين تعالي أقول لك موقف مصابي النادي الأهلي قبل المباراة فاركو إيه موسى وعلي وصل تنفيذ برنامجه التأهلي الذي بدأ تنفيذه أمس على هامش المران الجماعي للفريق بعد الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابة اللاعب بجزع فيه أربط الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين مؤخراً مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عزام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس وتم نقله لأحدى مستشفيات حيث أجرى اللاعب العديد من الفحوصات والإشعاعات اللازمة ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء وسوف يحصل اللاعب على راحة سلبية لمدة أسبوع ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهلي بيرستاو لعب الفريق تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة والتقرير الطبية لازل تسلمه من منتخب جنوب أفريقيا يشير إلى أن بيرستاو يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية تاو سوف يخضع لفحوصات جديدة وأشع فور عودته إلى القاهرة لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به والإطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح ده بالنسبة لي إصابات النادي الأحلي الحكاية التي لا تنتهي الحكاية التي لا تنتهي حكاية محمد الشيبي وحسين الشحان تعرفين لها تحديد كهرة كان عقب محمد الشيبي بعد لجوءه للقضاء المدني وأوقفه ست مباريات وغرامة مئة ألف جنيه اللاعب استقنى في النهاردة ضد هذه العقوبة وشايف أنها عقوبة غير عادلة بعض الصحف المغربية قالت أنه الفيفا أرسل لاتحاد الكرة عدم قانونية هذه العقوبة أتصور أنه المعلومة مش دقيقة يعني أظن ده شأن داخلي لا أحد إخلاق داخلية بالنسبة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وبالتالي ما أظنش أن الفيفا تدخل في هذا الأمر أظن يعني أعتقد طيب دي حكاية حكاية أخرى وهي تخص رمضان صبحي النهاردة ببرامدس طلع بيان بخصوص رمضان صبحي ومتدائق شوية من التصريحات اللي بتطلع بخصوص نتائج العينة وتفاصيل القضية وأثناء جلسة الاستماع ببرامدس متدائق يعني وأنا هنا واقف عند نقطة مهمة جدا أنا عايز أقول لي نادي ببرامدس وأقول لي رمضان صبحي كلنا معاكم عشان بس في جملة بتتقالي اللي هو إيه لو دلعب أهلي أو زمالك كان الوضع اختلف لأ واحدة واحدة لما أقول لك كلنا معاكم معاكم بقلبنا نقول يا رب من جوه جوه القلب يا رب رمضان صبحي يقدم ما يثبت ما يثبت تبرئته من هذه القضايا ما نحبش أبدا يا رب رمضان صبحي يتعاقب بأقوبة كبيرة وإيقاف ربما يؤثر على مستقبله في كرة القدم وده لكل جمهوري الكرة في مصر تحب بقى رمضان ما تحبش رمضان بتشجع رمضان ما تشجعش رمضان ده مستقبل بني آدم مش مستقبل لا مستقبل بني آدم فأنت لو إنسان سوي عمرك ما هتبقى فرحان إن رمضان عنده مشكلة كبيرة زي دي بس في نفس الوقت في نفس الوقت العدالة تكون مجره يعني لو رمضان مزنب فخلاص هزعل عليه جدا لما يتعاقب بس خلاص يعني لما بقولك إحنا معاكم كبرامد أو رمضان الصبح معاكم بيقال أكلم عن نفسي معاكم جدا بس لو هو مزنب أنا مش هقولك إيه أرجو من لجنة الاستماع ولجنة مكافحة المنشطات إنهم يعفوا عن رمضان الصبح ما فهاش عفو بس بفاهم حرارة كمان بفاهم المشاهد يعني إنها ما فهاش عفو لو أثبت مخالفة هيبقى عنده مشكلة آخر معلومة وصلت لي إنه لجنة الاستماع الأولى اللي استمرت لعدد ساعات طويلة جدا كان فيها رمضان الصبحي ومحمي رمضان الصبحي وكان فيها شريف إكرامي استمرت لساعات طويلة ما طلعوش بالنتيجة منها في لجنة الاستماع تانية بعد لجنة الاستماع التانية لو لم يثبت رمضان الصبحي برقته في هذه الأزمة سيعاقب بحسب اللقيحة بتاعتهم بتاعة مكافحة المنشطات من سنتين لأربعة من سنتين دي لوحدة عقوبة كبيرة أوي لأربعة أربعة دي الضائع مستقبل خلاص رسمي رسمي كل حاجة سنتين هقول نقول إن شاء الله يعني يلحق بس من سنتين لأربعة حاجة خد إن شاء الله بإذن الله يعرف يبرق نفسه ببساطة والله ما لقاش علاقة يا جماعة وأنا بس أتمنى من مسؤولي بيرامد يبقوا أكثر حنكة في هذا الأمر بلاش تسويق الأمر وكأنه عشان بيرامد وعشان اللاعب مش بيلعب في الأهل أو الزمالك فالدنيا ما جاي عليه مستحيل يا جماعة مستحيل ما تحسباش كده أبدا يا سيدي اثبت العكس اثبت العكس ومالاكش دعوة بالجمهور ومالاكش دعوة بالإعلام ومالاكش دعوة بأي حد خلي ساعد رمضان إنه يثبت العكس إنه ما عندهش مشكلة بس مش كل حاجة وكأنها مرة أخرى مؤمرة وحكاية وكصة إن شاء الله يطلع ما عندهش مشكلة ويكون فيه مشكلة في الإجراءات في أي حاجة دي حكاية رمضان النهاردة لاتحاد المصر لكورة القدم أرسل خطاب رسمي إلى أندية بيرامدز والزمالك والأهلي وبروكسي والنصر والألمونيوم بشأن مباراةهم المؤجلة في بطولة كأس مصر والتحاد الكورة قرر إقامة مباراة بيرامدز والنصر يوم لتنين خمستاشر يوليو على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السامنة مساءً وإقامة مباراة الزمالك وبروكسي يوم الخميس تمانتاشر يوليو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السامنة مساءً وإقامة مباراة الأهلي والألمونيوم يوم الخميس 19 يوليو على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السامنة مساءً بالمناسبة في مشكلة بتواجه الأندية اللي بيوجودة في دول المحترفين أو الدرجة التانية إن الموسم بتاهم خلص وفي لعيبة مشت من عندهم وفي لعيبة لسه مجدش وفي تفاصيل كتير صعبة جداً يعني الفرق اللي تحت دي دايماً بتعاني وحتعاني أكتر في مباراة كأس مصر أنا أظن إن فيه فرق ممكن بتعافش تتكمل القائمة بتاعتها ويبتلعب مباراة زي دايات واحد من الفرق دي اللي أنا سمعت النهاردة عندهم نفس المشكلة هو نادي بروكسي اللي هيواجه الزمالك في كأس مصر نسمع أكتر من الكابتن محمد حامد المدير الفني الفريق بروكسي يا فندم مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معاي أشكرك يا كابتن محمد ايه الوضع بالنسبة لبروكسي بقى في المعادل الجديد لمباراته أمام نادي الزمالك عشان سمعت إن أنتوا عندكم مشكلة في هذا الأمر طب كابتن محمد أستأذنك عشان أسمع المشكلة كويس لو توقف في مكان بس عشان الصوت بيقطع جداً تفضل ايه تفضل يا كابتن محمد أنا مع حضرتك يا فندم لو أنت سمعني كويس الخط قطعاً نحاول نرجع له تاني نسمع برضو مشكلة نادي بروكسي عبال ما يغير مكانه نعرف نسمعه كويس عشان يعرف كمان نشرحها فدي نقطة مهمة جداً وعلى فكرة يشوف الحاجات بتلاقي بعضها بتلاقي بعضها مش هفيني خلص دوري الممتاز بس خلصنا الدوريات اللي تحت الدوريات اللي تحت دي بقى عندك ايه شهرين تلاتة اربعة فيه لعيب ما بتلعبش كورة خلاص الدوري خلص فيش مسابقة وما فيش مسابقة بعد شهر هيستنوا بقى لما يخلص الموسم بتاع الدوري الممتاز ومش عارف يبيع لعيبة ومش عارف اشتري لعيبة وفيه لعيبة عودها خلصت وفيه لعيبة مش عارف يجد لا فيه تفاصيل جماعة كل حاجة دخلة في بعض بنعمل حدثة كل موسم كده كل موسم فيه حدثة عندنا وكلها بتنفذ على بعض او ناس زي دي انا متأكد هيقول للوقت انه مسلا هيبقى عنده نقص في القائمة هيكون فيه لعيبة عودها خلصت ومشت هيكون مش عارف اشتري لعيبة يعني هيبقى الوضع صعب جدا يعني موضوع برضو مش بتكلم على بروكس بس عشان بيواجه الزمالك كل الانداء والأرمونيوم اللي هيواجه الاهلي وهكذا كل الانداء اللي في الأقسام اللي تحت هيبت من حقها تحلم بكاس مصر او بيلعب الاهلي بيلعب الزمالك بس من حقهم يحلموا بكاس مصر ومن حق يبقى فيه فرص متساوية مع كل الانداء وان انا خش بقائمة كاملة في موسم او لعبتي كمان بتلعب طول الوقت لكن او اي لعب الاهلي ولا زمالك يكون بقى له شهر ونص ما بيلعبش كورة فالحاجة صعبة جدا يعني دي حكاية طيب نرجع له بعد شوية ونسمع منه برضو طيب توملانوفيتش ده كرواتي ده راجل معد بدني لفريق كورة اليد بنادي الزمالك في قصة كده رزيزة اوش الراجل ده اشتغل قويس جدا مع فريق كورة اليد وتم استشارة الجهاز الفني لنادي الزمالك لكورة القدم اللي هو بكورة البرتغالي جوزي جوميز على ضمه لفريق كورة القدم بالنادي جوزي جوميز رحب جدا بتواجده مع الفريق وراجل انضم فعليا لتدريبات الفريق مساء الاربعاء واصبح موجود في جهاز الفني لجوزي جوميز هتقولي ده بتاع كورة اليد وتاع كورة قدم هقولك المهد البدني واحد ما بيفرقش يعني لأحمال بدنية ما لهاش علاقة باللعب نفسها او طرق اللعب يعني دي حكاية طيب رجعنا نهاية تانية مرة اخرى الكابتن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر يا كابتن محمد مشرف مرة اخرى وقولي ايه هي المشكلة اللي هتواجه بروكسي قبل مواجهة نادي الزمالك بعد تحديد المعاد النهاردة المعاد الجديد للمباراة انت حاوضك عارف اللي احنا كان عندنا الدور بتاعنا وانتهى بقاله فترة كبيرة واحنا تسجينا قبل مواجهة الزمالك بـ 48 ساعة لنجنة التأجيل طيب يا جماعة دينا التأجيل قولينا المعاد امتى عشان خطر نعرف احنا مفروض احنا بقى فيه دلوقتي الموسم انتهى فلازم اللعبة تاخد فترة راحة عشان الموسم الجديد فما حدش ادنا اي حاجة ولا حد تكلم معنا بأي شيء خاطئ بكرة بعده وعن اطلع لكم القرار اتفاجئنا النهاردة ان القرار طلع النهاردة انا كناخر كان عنده مباراوة دية مع الاسماعيلي من ثلاثة ايام اعملت الماطش وقلت يا جماعة لازم كان اقولنا هتلعب من يوم اتناشر لوم اربعة عشر هتلعب الماطش بتاعك فاتفاجئت الحد خلاص المنتخب خلاص الماطش بتاعه الحمد لله ربنا قرام وكان فيه نتاك واسر المنتخب فكون ناشت راضي نتكلم ولا نقول له حاجة خالص اعمل حاجة انتخب مصر ده رقم واحد من نسبانا كلنا اعم فالنهاردة اتفاجئنا اللي جاي الخطاب اللي احنا هلعبه يوم ثبانتاشر سبعة اعم ثبانتاشر سبعة ازاي جماعة واحنا دي في فترة اعداد وفي اللعيبة عندنا انا عندي لعيبة اجانب راه واحد بلاتها سفرت بلاتها خادوا شهر اجازة وعندي اه لعيبة انتهت عقدها وعندي لعيبة كانت اعارات مفروض راح الاندي بتاعتي عايزة يبدأ في اول شهر سبعة فترة الاعداد عيجي يلعب معايا ولا عروح يشتغل مع فرقته اللي هو راح لها خلاص طب يا عروح لفريت اه طيب تبقى انا عاكمل مطش ازاي يعني انا دلوقتي انت بتدور دلوقتي دورت اه اه لفريت الزمالك مثلا اللي هي في وقت ما تشوف مصراتها باش مزنوقة مش عارف ايه تبقى انتت راح المطش راح المطش من المطشات اللي هتتلاعب ديه لعب ديه لعب ديه اربعة اشرة او خمس اشرة والموضوع خلاص ما هي هي صحية طب انتوا ليه جايين عالي احنا واحنا يعني احنا يعني احنا احنا زنبنا ايه مثلا وانت الفترة اللي انت عاستهالي بعد الدور بتاعه عدت شهر ونصف اتمرن على السلمطش الكاس على لعبه كل المصاريب دي والتكلفة دي راح فين من مطشات ودية من معسكر من من فندو من الكلام ده كله من ملاعب طب ده كله كان لازمته ايه وبعد كده ترجع تاني وتقول لي ده لسه بعد شهر هتعب بالمطش بتاعك طب انا هلعب بالمطش ازاي هلعب مين يعني دلوقتي انا عندي مشكلة مش هعرف اعمل فيها ايه انت كده انت كده كابتن محمد المفروض معك في قائمتك كم لعب انا كان معايا انا معايا سبعتاشر واحد اللي فاضلين من الفرقة غير بقى لسه بقى عندي اجانب سفره يعني مش هكمل مش هكمل اتناشر اتناشر لعيب اه انت مش هتكمل بالدكة كمان يعني مش هيكمل معايا م神ور كامل اه يعني مش معايا ماصور كامل للمطش طب يا جماعة ام خلاص اتن خلته المطش ده في السنة الجديدة في شهرة تسعة في السنة الجديدة بعد القدمة υفتح وعادي يعني مش مش المطش ده اللي هايk عطل الدينية كلها يقول لك لازم لعبوا اه اه دور اتنى اللاعب كلوا مع بعض تمام انت ملعبتناش بتاعي. يعني الوقت بتاعي انت ملعبتناش يعني اربع لعيبة في مع النادي الزمالك اي اصروا مع النادي الزمالك اربع لعيبة عشان اللعب انا اصروا معي انا. طب انا دلوقتي لما انا عندي خمس ستة لعيبة اساسيين. وكمان عندي ثلاث لعيبة مسلا رايحين دوره ممتاز. انباعوا دوره ممتاز. هيلعب معي ازاي? من قامل في الاساس. لو هتخش المباراة ازاي بتلتاشر اربعتاشر لعب يعني. ايوة انا مش عارب يعني. ايه الموقف يا جماعة? وليه كده بتعملوا معانا كده انا مش عارف. طيب. يعني انا ajudarون الا انتو الموقف ايها? او بتفكروا في ايها? الحد دلوقتي والله احنا لسه بنفكر احنا مش انا لحد دلوقتي ما خدناش قرار عنال عمل turbo مأشن على الماتش. اه يعني ده 빨리 love larg song اه يعني ده ابشن يعني ده اختيار ان انت ببا انو بتعمل عشن اه واه. لكن دلوقتي امس لعب ماتشو. بطلع بالضيحة من الملعب شكلها بايخ اصلا. بلعب باسم النادي وصمعة النادي والكلام ده كله. فلو ما رضي بصاحة. ها. فاحنا لسه بنشوف لسه بناخد طرح عن شفاء الميني في الموضوع ده. حد رد عليكم في اتحاد الكرة في بخصوص هذا الامر وضح لكم. رب انا من الاول عشان رد انا في التاني. الاولين ما ردوش انا اصلا خلص. احنا باعتنا خطاب من بعد من بعد الجواب ده بيومين تلاتها ما حد اش رد علينا. انا باعتهم درات حد ارد علينا. ما انا مش 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 برأة من الفرق الكبرى عشان رد علي. ولا اهل ولا زمالك عشان رد علي. نا ما ما ينفعش. يعني ما كل واحد. احنا بنرعب كاس مصر اصلا عشان كل الفرق يبقى عندها الفرصة. والفرصة تبقى متساوية وكل فرق يبقى عندها طموح. ليه لأ ما يبقاش انت كمان عندك طموح توصل لابعض نوة وتاخد البطورة. ايوة انا عندي طموح ودخل المطشع اكسب ووصل مطور اللي بعد كده. طب. طب انت ليه تلعبني بلعب مش موجودة معاك. ما انا كده انت قلت نهارده اي فرقة عندها تلاتة دوليين مش موجودين المطش بتاعها يتأجد. طب انا عندي اكتر من سبعة من عشر لعيبة مش موجودين. هتأجل لي مطشي? صحيح. صحيح. يعني ما تأجل لي ما مطش بقى خلاص بقى انا ما عنديش لعيبة دلوقتي. اجل لي السنة الجديدة. لعبني في شهر تسعة. ما ما فيش دوري في شهر تسعة. لعبني في ذات السنة الجديدة. كابتل محمد حامد المدير الفاني الفريد بروكس انا لك شكرا جزية على هذه المداخلة. والله ما عارف اقول له ايه. يعني عارف مش عارف حتى حاوله. يعني مش عارف اقول له يعني اقول له مش عارفها اديه. انا دلوقتي فرقة بلعب في دولي الاقسام اللي تحت الدولي الممتاز. والدولي بتاعي واقف بقاله شهر ونص شهرين تلاتة. ولعبتي مشت. اعراض خلصت. لعبت باعت. لعبة محترفة واخدأ اجازة. وتيجي تقول له. هوللك بصراحة يعني. انت تيجي تقول له ايه. انت كده كده هتتغلب. ما بتقول لاش نصا يعني. ده المعنى يعني. ما اتاكده كده هتتغلب. هات اي حد وتعلم انت كده كده هتتغلب. لا حرام. مش اتكلم تاني برضه على بروكسي عشان بيواجه الزمالك. وفي الالمونيو هيواجه النادي الالي. وفي الفلقة تانية من درجات تحت عندها نفس الظروف. كله. كله عنده نفس الظروف يعني. بكبرت. طيب نروح نشوف لقاءة مهمة مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي النادي ببيراميز على هامش المؤتمر اللي عقدوا النادي النهاردة اللي اعلان عن راعي جديد. وبعد كده نروح لفاصل ونرجع للكابتن الكبير. كابتن حمد ابراهيم المدارب العام للإسماعيلي. خليكم معنا. الحمد لله يا رب العمين ده توفير ربنا ان انت في فترة سيارة الحمد لله درت ان انت تجذب رعاة النادي ودرت ان انت يبقى في رعاة عايزة تبقى موجودة معك وتعمل شراكة معك. فدي الحمد لله في فضل ربنا هو دليل نجاح للنادي ودليل النادي. الحمد لله ماشي بشكل كويس. في الحتة كمان التسوقية. فان شاء الله نبقى مكملين على كده بإذن الله. نعم مش عقرب ولا حاجة. احنا لسه عندنا عدد ماتشات مش قليل. لسه عندنا عدد ماتشات كبير. فالموضوع لسه بعيد. فلسه بدري اول ان احنا نتكلم في الموضوع المنافسة. احنا عندنا ماتش مهم جدا بكرة. ماتش اسموحة. احنا تركزنا كله في ماتش اسموحة. ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسى بالتلات نقاط. بعد ماتش اسموحة عندنا ماتش البلدية. اللي احنا برضو بعد ما نخلص بكرة نبدأ نركزها ماتش البلدية. يعني انا وجهة نظر ان انت لم يكون لسه عندك تقريبا لسه 12 ماتش فاضل على الدوري. فهو عدد مش قليل. هو عدد كبير. يعني بدري اول ان انت تبدأ طول ان انا بنافس. يعني او ان انا لسه دخلت المنصف. فاحنا تركزنا كله ان شاء الله في ماتش بكرة ربنا يكرمنا. انت بتوصل للعيبة انت مش محتاج توصل للعيبة هو العيب. لو انت حتوصله اهمية الماتشات في بقى في مشكلة. لو انت حتوصل للعيبة اهمية الماتشات اللي عمات ان هو بيلعبها فدي مشكلة. طبع طبيعي ان اللعيب يكون حاسس بقى اهمية الماتشات. اللي احنا بنتكلم فيه واللعيبة حاسس بيه اهمية ماتش بكرة. لسه بدري اول ان احنا نتكلم في حاجة تانية. في فرقة طبعاً كويسة في فرقة لسه كمان أول سنة لها السنة دي عاملة متشاط كويسة جداً في لا في فرقة قوية في الدور السنة دي في شكل منافسة كويس أتمنى إن شاء الله المنافسة تبدل كده يعني هل تتم في نجنة استماع رمضان صبح نتطمن على كابتاً رمضان نعم بخبط في حاجات ما ينفعش نتعلق عليها طالما لسه في يعني لسه الموضوع مخلصي فدي إن شاء الله لما تخلص بإذنها لن نبدأ نعلق عليها لأن لسه ما فيش حاجة فعلاً نعلق عليها دلوقتي رمضان أو جل رمضان في الآخر إحنا أي لعيب عندنا في النادي أي حاجة يعني أي كيس لأي لعيب عندنا في النادي هو طبيعي بقي فيه مساندة من النادي يعني حزمة الشيبي وحسين الشاحات فيش أي جديد؟ والله الجديد اللي طالعاً دلوقتي إن ممكن عشان تموضو في استقناف فبيتوقف الحكم اللي صدرت بالستة منتشاط الإيقاف ده يتوقف لحد ما يبقى في حكم تاني فمحتمل إن الشيبي يكون موجود إن شاء الله في المتشاط اللي جاية بص الحالة الودي هو مع الشيبي أخو بلك أنا كنادي أنا قلت وهقول تاني أنا كنادي أنا دوري إن أنا ساند الشيبي لكن لو الشيبي عايز يحل بشكل معين دي حريته الشخصية هي حل وأنا معاه لو هو عايز يكمل في الموضوع هو حر وأنا معاه بس لأنا دوري كنادي إن أنا أبداعم للشيبي وإن أنا معاه في أي حاجة بس إحنا عايزين رد صريح طبعا إحنا هبعتنا هبعت لإتحاد الكورة إحنا عايزين رد صريح هل الشيبي ممكن يشارك في الماتش ولا مش ممكن وهنستنى نشوف الرد صريح لأن أعتقد دل أنا سمعت ودواتي وأنا داخل ما لحقتش إن فيه جواب وصل للنادي بس مش باين فيه الكلام اللي عطار نافى إن هو موقع على الخطاب ده أوكي خلاص ما فيش مشكلة إحنا عايز نبعت للإتحاد الكورة ونعرف من مهم بشكل صريح والله هل الشي بيقدر يشتريك ولما لأن إحنا من غير مجاوب ما إيجي أو فيه حاجة تيجي رسمية أكيد مش هنعمل حاجة لازم يكون فيه حاجة رسمية يعلن بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن المحترم كابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم مدرب عام فريق الإسماعيلي كابتن حمد خطوة عزيزة مشرف ومنور حبيب يا كريم والله يعني أنت عارف أنت عزيز عليها جدا وأنا اللي متشكل جدا دايما غالي علينا غيبا مبصطين ونحب دايما كل حاجة تيجي من راحت الإسماعيلي يعني حبيب يا كريم إسماعيلي السنة دي هأقول لك لفظي واسمح لي يعني عايش بيعارف يتنفس حاسين أن الإسماعيلي على الأقل واقف على رجله أكيد أنا اللي بحب الكورة كل المصريين اللي بيحب الكورة وتحديدا جمهور الإسماعيلي اللي بيعشق الإسماعيلي عايز يشوف الإسماعيلي بينافس على القمة بس انتوا قدرتوا السنة دي تخلوا الإسماعيلي تبقى للظروف الصعبة دي انه يقف على ديجبه لو عملته ده ازاي والله الحمد لله يا كريم انا باحمد ربنا وباشكر ربنا طبعا هي سنة من السنين الصعبة جدا عن الإسماعيلي ودي تكملت الفترة السابقة اللي هي كانت الإسماعيلي بيمر بفترات صعبة جدا تغيير الإدارات تغيير النواحي الإدارية ديجة الأجهزة الفنية كتير جدا اللي كانت بتمسك برضو النادي دي كان بتعمل مشاكل كبيرة جدا جوا النادي وبتعمل هزات كبيرة جدا طبعا السنة دي طبعا يعني معا ان الكابتن إيهاب كان كابتن علي أبو جريشا وكابتن عماد وما كانش في مجلس إدارة وهم اختاروا ان الكابتن إيهاب بيبقى موجود وكابتن إيهاب كان يعني يمكن اول مرة يتكلم معنا فيها ان هو عايز يبقى موجود جوا النادي الإسماعيلي يحاول يساعد النادي بتاعه ويساعد الجماهير بتاعته والناس يعني في علاقة ود وحب ممكن مدوم وقطعة كنا عاديين قاعدة مع كابتن إيهاب وحراكوا بتقاعد في القاعدة دي وانا سألت حتى ده بره بره التسجيل يعني سألت كابتن إيهاب جلال بصراحة كلمك بأمانة وانت ليه بتعمل في نفسك كده ظروف صعبة جدا واللي عاملها صعبة جدا قال لي أنا اللي عايز أنا اللي اختارت أنا اللي عادي هتحمل مسؤولية نادي الإسماعيلي دلوقتي واحترامها للنادي واحترامها للجماهير المحبة جدا للنادي الإسماعيلي بنبقى احنا يعني فيه حاجات انت بتبص عليها بقى يا كريم بتشوفها انت عايز تبقى فين تبقى موجود فين هتحاول تساعد فين رغم ان القد كان موقوف وكل حاجة يعني أنا مش عايز أقول كلام مكرر ومعاد لكن أنا بقول في الأول وفي الآخر هو النادي جرف بقاله ست سنين أو خمس سنين مع تغيير الإدارات اللي هي كلفة النادي كتير جدا ناس ما بتبقاش فهمة أصلا في الإدارة وبيمسكوا وكل واحد بيبقى عايزة رشح نفسه وأنا عايزة أبقى موجود وفي الأول وفي الآخر تيجي بقى في الحاجات اللي المفروض يبقى هو فهمها حتى في تنفيذ عقود لعيبة أو اختيار لعيبة أو العقود اللي هيعملها لعيبة فعلا بيجي على النادي الإسماعيلي كتير جدا وده اللي حصل للمشكلة في الفترة الأخيرة دي أرقام كبيرة جدا على النادي وده اللي احنا بنقول عليه بقى كان الهدف من الفرقة أن أنت إزاي تعمل فرقة تقدر تلعب بها كرة شكلها مختلف وفي نفس الوقت تحاول على قد ما تقدر تهرب من الحتة اللي دايما إحنا برضو مزنوئين فيها هنقول مش في أفضل نتائج السنة دي لكن ده له أسباب كتيرة جدا في تكوين الفرقة وعدد اللعيبة الصغيرين اللي دخلوا الفرقة وحاجات كتيرة طبعا طبعا إخواتنا وزميلنا المدربين هيفهموا الكلام دوت بتحصل بعض الهزات وده هيحصل وإحنا كنا متأكدين منه لأن مع تكوين الفرقة أنت متأكد أنك تعمل تغييرات كتيرة جوه الفرقة وده اللي حصل السنة دي لكن جمهور الإسماعيلية متحمل ده متفاهم ده طبعا بص هنقول هنقول إحنا بنحترم كل الناس اللي هي بتنقض وتبقى زعلان على النادي وزعلان على النادي وده حقها طبعا الشرق لأن إسماعيلية ما فيهاش غير النادي الإسماعيلي طبعا ونادي القناة وكل الأندية اللي ليها احترام بس هي هو النادي الإسماعيلي رقم واحد صاحب الشعبية الأول في الإسماعيلية طبعا هم حبهم وعشقهم للنادي الإسماعيلي طبعا أي حد بيبقى زعلان على النادي الإسماعيلي إحنا بنحترم الكلام ده وبنبقى مقدرين الكلام ده لكن طبعا أنا عارف أن الناس كتيرة جدا من جمهور الإسماعيلية متأكدة وعارفة كات النهاب يعمل موجود قد إيه وموجود كبير جدا يا كريم في حتة أنك أنت تقعد تدور في الفرقة وتجيب وتحاول تشوف ولد صغير وتطور فيه وتطور في بعض الناس وأنا بقول أن يعني أو الناس قالت لنا الإشارة دية أنه فعلا فيه لعبة كتيرة فعلا مستوها متطور جدا السنة صح ولسه برضو أنا بقول لسه الكلام دوت ليه لأنه أنت فردت في ناس ما كنتش المفروض تفرد فيها لكن الكابتن إيهاب جاء على نفسه لأنه ما كانش ما عندناش حل من الاتنين يتفرد في الناس يا إما هيفضل القيد موقوف فاضطرنا أن احنا نفرد من اتنين لعيبة دخلوا جوه النظام وسيستم الفرقة فهتضطر يحصل هزة تاني عبال ما تخلي أو يحصل خلل لما تشيل واحد واتنين لعباء مهمين واتنين لعبين مهمين بس غازبا عنها بسرارة ويحصل خلل عبال ما تخلي حد يركب في المكان بتاعهم ويركب في الشكل ممكن اتنين يركبوا في نفس الشكل بس مش هيبقى بنفس الكواليتي نفسه بتاع الأداء ومش في نفس لكن الحمد لله رب العمين ما بتحصل معنا هزة في ماتش اتنين وبعدين بنرجع تاني ربنا بكرمنا بنكسب وبنتعادل كل النتائج موجودة هسألك سؤال بصراحة شديدة في وسط كل هزي الأمور اللي هنتكلم معنا كمان تفصيلا يعني جات لحظة عليكم قلتوا كفاية تعبنا تعبنا يعني آه عايزين ندي الاسماعيلي وبنحب الاسماعيلي وعايزين نساعد الاسماعيلي بس تعبنا ضغوط كبيرة مستحقات لعبين متأخرة عندهم فيها مشاكل فيه قضايا كتير النتائج غزبا عنكم انت كل شوية عميين تخترعوا اختراع فني عشان خاطر تعوضه غياب ومشاكل في الفرقة أنا تعبت بقى خلاص بقولك يا كابتن حمد كابتن حمد ما تعالى بقى ايه كفاية احنا عملنا اللي علينا تعالى بقى كفاية كده حصل والله يا بوسك هي الكابتن ايه بقى عنده صبر كبير جدا عشان بس يبقى أنا عارف خاصة هالي جدا حقيقة أو يعني عنده صبر كبير جدا ودوت برضو يعني يحسب للناس يعني البشوانز نصر لان البشوانز نصر عنده هدوء كبير جدا عنده علاقة جيدة بالكابتن ايهاب ويعرفه وعارف شخصيته والكابتن ايهاب نفسه بيحاول يتحمل الكلام ده في سبيل انه يحاول نخرج بالنادي من النفخ المظلم اللي احنا بقىنا 3-4 سنين وبيجوا مدربين ويشتغلوا 4-5 ونقض ننفس لغاية اخر مباراة نكسبها في اخر ماتشو والاسماعيل يقض وده مش مكان الاسماعيل خالص لكن مستحيل انك انت تقعد بقولك الست سنين اللي انت جرفت النادي فيه من كل حاجة ودينت النادي بارقام كبيرة جدا ولعيبة مبتاخدش مسحقاتها يعني احنا عندنا لعيبة مبتاخدش من سنتين مسحقات يجي الباشنز ناصر والكابتن علي بوجريشا والكابتن عماد مع كابتن اهاب يصمموا ان هما يدوا للناس فلوس قديمة رغم ان دي من شغلتهم ممكن يقولك لا انا بعد فترة قدي الناس السنين دي وبعد كده قدي لا هما صمموا ان هما يدوا لهم الفلوس القديمة وده حاجة كان جيدة جدا لكن هيظل بقى الحتة التانية بقى انك انت وانت زهقان انت شايف قدامك الاسماعيلي الاسم نفسه النادي اللي انت عايش فيه يعني كل ما تحس باحباط او يأس لا بيديلك ده بص يا كريم اول ما تخش النادي الاسماعيلي وتشوف الظروف اللي فيه بتديلك دفع اكتر احنا بالنسبة لنا كجهاز لا احنا عايزين نشتغل وعايزين ونشوف هؤلاء صغيرين انا بقعد اشوف الكابتن اهاب صبره ان يقعد يطلع كل اسبوع ثلاث اربع ولاد صغيرين من تحت ونحافظ عليهم ونعمل تدريب موحد مجموعة شغالة ومجموعة تانية وثلاث مجموعة بنشتغل بس في الاول وفي الاخر هيرجع الناتج بعد كده ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بس نعدي انا بقول نعدي السنة دي على خير ان شاء الله بإذن الله ونعديها بشكل كويس ان شاء الله مع هدوء بقى البشنز نصر والناس اللي معاها المجلس الإدارة يعني ربنا يكرمهم هتيجي بقى نشوف الاختراع بقى اللي يحصل السنة جاية ان شاء الله انك تقدر بس تدعم باربع خمس لعيبة يكونوا في مستوى معقول جدا وتبدأ تشوف فرقة بقى لناتج الإسماعيلي يا رب يكون كلامنا فيه الصدق ويكون بقى عايزين نطور بقى الحتة دي عايزين نجيب كوالتي احسن شوية مع الناس اللي موجودة اللي هم كويسين اصلا هيفرق كتير جدا بدأتوا تدوروا بدأتوا تشوفوا تقول لما هم الشوعة ده لسه الموسم لحظة خمس شهر تمانية بس كل الفئة اللي تشتعل عشان احنا تلاتين ستة فيه لعبة من برة ولعبة من جوة تتباع وتشترى فانت على القال زي بيقولوا كده بتحجز لعب الموسم انتهى يا كريم برة فاحنا خلاص بدأنا نشوف وبدأنا ندور ومش اي حد يعني اخد بالك مش اي حد هنبص عليها هناخدو مش اي حد هيجيب لنا حد هناخدو ده حط تحتها يعني خمسين خط مش بس خمسين خط نحاف عندها يعني حط تحتها خمسين خط ان احنا مش اي حد هاخدو مش اي لا لازم يبقى انا عشان كده بنقولها كريم هيولغ طناع الفني جوه سيستم النظام اللعب وجوه طريقة اللعب هو اللي بيفرق مع اي مدير فني هل المدير الفني دوت اللي بيختار كريم بيختار كريم على اي اساس هل هينفع في شكل اللعب عندي ولا لا ممكن يبقى تلات اربعة بيحاول يختاروا كريم بس هم عايزين يجيبوا كريم وانا مش محتاجوا عندي في شكل اللعب هو ده اللي يفرق بين مدير الفني تسمح لي اكمل على كلامك اوضحها اكتر يعني انه ممكن مثلا كريم ده بيلعب كويس جد بس هو كريم لا يليك في طريقة لعب فممكن حد يختار كريم عشان هو بيلعب كويس ماشي بس هو مش هيفدني مش هيفدني في المزار بشكل اللعب وطريقة اللعب الشيب اللي انا بشتغل فيه على شكل فرقة هل الكريم ده هيركب معي ولا مش هيركب معي في شكل اللعب هو ده اللي هيفرق وعشان كده بقول لازم نغير فكرتنا لان بقى لنا فترة بنشتغل في الكلام ده بشكل سيء جدا 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 صح بنيجي الاول مجلس الادارة او اي حد شغال في اي نادي يروح جايب اللعيبة وبعدين يجيب المدرب ويبدأ المدرب اول ما يفهم اللعيبة طريقة اللعب ويبدأ يفهم اللعيبة موضوع مختلف لكن فيه مدير فني موجود فيه هو اللي مسؤول الاول والاخير مع طبعا الناس اللجنة الكرة بس هو اللي مسؤول في الاول والاخير عن شكل اللعب وطريقة اللعب ومين اللي يبقى موجود مين كان بيجيب اللعيبة في الاسماعيل كتير بقى كريم مش عايزين نوعد نفا بص اكريم انا رصد عشان خمسين خط الحلقة حطيتهم دول انا بس عايز اوضح للناس حاجة انه مش كتير من الجماهيل ما تعرفش حاجة انا دايما اقول جمهور الاسماعيلي ده جمهور مصر يعني مصر بتحب الاسماعيل طبعا طبعا فمحتاج انه يفهم انا كنت اسمع دايما انه كلاء اللعبين هم اللي بيجيبوا لعيب خد اللعب دوت وبغض النظر بقى عن عمراته والتفاصيل الاخرى بس الوكلاء مكانش مدير برضو كريم مش عايز ازلم الناس في الحتة ديت علشان انا انا شغلتي ان انا جيب لعيب شغلة حضرتك انك تاخد اللعيب او لأ هو هل اللعيب دوت هيليق في شكل اللعب بتاعي في النظام ولا لأ ده اللي هيفرق لكن انت الناس كلها طبعا الوكلاء دولة على دماغنا من فوق اللي بي شغلتهم وكل واحد بيعرض اللي عنده بس انت المهم تقدر تاخد الكلام دوت بيتقال يعني انه عقود لعب الاسماعيلي وعقود بغزة بياخدوا فلوس كتيرة مش قوي يعني بس يعني فيه ارخام كان كبير هالسنة اللي فاتتك ارخام كبير وطبعا خد بالك برضو احنا ظلمنا في ساحتة برضو لان مجلس الادارة اللي فات مسلا متعاخد مع العيب بتلتمائة الف دولار فالدولار وقتها مسلا كان برخم اول ما كان من ناشرين تلاتة الدولار بقى رقم تاني بقى الضعف انت بتكلم في تلتمائة الف دولار مسلا بيعملوا مسلا سبعة تمانية مليون جنيه بقوا ستاشر فبقيت لانه ارخام كبيرة جده انا يا كاريم لكن هي المهم انت الراخم دوت اللاعب ده يستاهله وجاي على اي اساس اساس فني متشاف به اللاعب ده وانا جايبه ولا اساس تعاقدي اه لو انا هستحمل الرقم ده لو le arabu ده مفيش الفرقة اساس تعاقدي ده ولا اساس فني اه انا متعاخد مع ده بالرقم دوت ولا هو فنيا يستاهل الرقم ده انا شايفه قبل كده فنيا فيستاهل الرقم دوت لان فيه ناس كتيرة مش فاهمة برضو يا كريم لان حصل معنا بعض الامور الفنية مثلا في حاجات معينة يمكن المفروض انا ما اقولهاش بس انا بقولها عشان الناس تبقى فاهمة لما نيجي واحد زي اياد العسقلاني مثلا والساعي والولاد الصغيرين دولة هم كانوا موجودين في النادي يمكن من 4 سنة 2019 وحنا موجودين شفنا الولاد دي بس كانوا لسه صغيرين وبصين عليهم لكن بعد كده هم معملهم عقود بارقام صغيرة ففي بداية السنة هم بقوا بيلعبوا في الفرقة موجودين جوا الفرقة اساسية هم عسين في الفرقة فلازم لازم لان فيه ناس بتختلف في الحتة دي مثلا انا عامله عقد خمس سنين بمليون ونص طب لعيد بقى اساسي وبيلعب بمية وخمسين الف جنيه او باي رقم زي اللي انا بنقوله مثلا وواحد جنبه بيلعب بسبعة تمانية مليون او خمسة مليون باربعة مليون وقاعد احتياط الواحد بمية وخمسين فانت لازم هنا بقى الحنكة والخبرة في تطوير اللعيبة او في الرؤية الفنية للعيب ده اللعيب ده انا شايف انه ممكن يخدم النادي الاسماعيلي فلازم اعدله العقد بتاعه وده اللي كنا بنتنخش فيه مع بعض الناس والناس ما كانتش مصدقة انا عملت له عقد بمليون ونص مثلا او مليون جنيه او تمنمائة الف او سبعمائة اي رقم من الارقام بس انا عارف ان هو هياخد سنة واحدة معايا هياخد خمسمائة الف فيها بدل مية وخمسين انا بقول اي ارقام انا فاهم على سبيل المثال فالمية وخمسين اللي انا عمل لأ انا زودته بقى خمسمائة بس انا عارف ان الخمسمائة دولة هيوصلوا بعد كده زي ما حصل مع اياد جاب لنا الرقم رقم كبير جدا بالنسبة يعني لوضعية ولد صغير لعب معنا اساسي وعشر مباريات اتباع برقم كبير جدا هو اللي خدم النادي بس انت الرؤية الفنية اللي شايفة ان الولد دوت هيتباع بعد فترة انا ازاي اعدله الاتزان النفس بتاعه مع بعض اللعيبة اللي جنبه عشان هقدر اطور اللعيب دوت فيبقى عنده القابلية ان هو يتطور وانه يشتغل معنا وانه يروح عشان بعد كده انا شايف بعد شهرين تلاتة ان انا هروح اجيب منه رقم كبير جدا وده اللي حصل مع اياد مع اياو مع الساعي مع الناس كتيرة يعني معنا انتو اضطرتوا تباع بعض اللعيبة المهمين عشان تحلوا كثير من المشاكل في النادي الاسماعيلي جمهور الاسماعيلي هيقولك هو الموسم الجديد اللي هيحصل هل هتضطرت باع لعيبة اخرى في لعيبة مهمة لسه موجودة في النادي الاسماعيلي عمر الساعي من المؤهب المهمة جدا في الدورة المصري طبعا عبدالرحمن المجدي من الاسماع الكبيرة في الدورة المصري واسماع اخرى يقول لك يا طرق هبدأ الموسم اللي جاي من غيرهم ولا هيفضلوا موجودين والإسمايلي هيعرف يدبر أمورهم بص يا جريم أنا برضو عشان ما أخش لأن عندنا لعيبة كتير أنا عارف كذا واحد مهم محطوط عليها السبوت نفسه السبوت قوي لكن أنا بقول اللعيبة دي عليها دور كبير جدا أنا عايز أمشي من نادي في المقابل بتاعها لازم أتمرن كويس جدا لازم أقدم مباريات بشكل كويس جدا لازم أبقى منتظم جدا لازم أبقى ملتزم جدا الكلام ده كله هيبقى على العيب فنيجي نقول بقى هو موجود ولا مش موجود مفيش نادي بيقف على العيب لكن نيجي نقول بقى أنت مضطر تسيب حد ولا مش مضطر لو مش مضطر طب أنا هنيجي نقول إيه الحل بتاع النادي الإسماعيلي في مشاكل كبيرة جدا إحنا آخر حاجة مبعد لنا 440 ألف دولار كارمر له فأنت بتكلم رقم برضو طب يا إما هيقف القيد طب هنقول بقى ندخل نشوف حد سبونسر نحاول بقى بنشوف سبونسر يخش نشوف رعاه نشوف مفيش نادي يعني ربنا يكون فعونه بصراحة البشواز نصر بيقعد يجري من هنا ومن هنا مع مجلس الإدارة بيحاولوا يجيبوا أي حاجة يعملوا دخل فأنت بتحاول أنا ما بكزمش إن في حد هيمشي وما بكزمش إن حد مش هيمشي يعني اللي اتنين دي نقطة مهمة جدا حتى كابتن إهاب أنا بقولك مع كابتن علي بجريش وكابتن عماد عندهم هدوء كبير جدا في الموضوع دوت لأن الموضوع ده حساس جدا بعض الناس أصلا اتفقوا على بي عبد الرحمن أصلا عبد الرحمن مش عارف أصلا عمر السارح الزمان مش عارف والا الكلام ده خالص تماما إحنا بنقول إحنا مستعدين في إنقاذ النادي الإسماعيلي بأي شكل من الأشكال زي ما فردنا فيا وياد العسقلاني وإنت المفروض في بداية السيزون أنت مش عارف رايح فيهم بس يتنين لعيبة عندهم عناصر مهمة جدا جوا الفرقة بس اضطرنا لأن كان السبب الأهم منهم أكبر منهم بكتير أنت مش هتفك القيد هيرجع عليك بقى بخصم بناط يا إما هيرجع عليك بقرار بهبوط الفرقة أي قرار من الفيفا ممكن يحصل معاك فاضطرنا إن إحنا إيه اتنين مهمين لأ نفرط فيهم مفيش مشكلة بس الناحية الفنية هتتهز شوية ويحصل تأثير فني في شكل الفرقة بس بعد كده هنقدر نعوضه إن شاء الله وده اللي حصل الحمد لله بقى بعدد المبارات اللي لعبناه حصل هزة شوية لأ بنرجع تاني ويحصل هزة وبنرجع تاني لك بصراحة جمهول الإسماعيلي عمره عمره ما كان يتفاهم هذا القب أنا عايز تألك دلوقتي الوضع إيه يا جمهول الإسماعيلي لما تيجي تقول له مثلا يا دي العسكراني مثلا الأهل بيفوضوا عشان يغضوا يا دي العسكراني أصلا كده كده مش من عندك يعني يريجي على الإسماعيلي تزايع مجده كده وزايا سيبدو ده الأهل هيغضوا إزا مالك بيتفوض مع عمر السياع مش عارف مين عايز ياخد عبد الرحمن مجد فكان دايما جمهول الإسماعيلي يهجم على الإدارة يهجم على الجهاز الفاني إن هو يستغنى على اللعبة هل دلوقتي جمهول إسماعيلي وانتم بتلامسوا جمهول إسماعيلي طويل وقت وبتشوفوه طويل وقت متفاهم الكلام ده ولا مش متفاهمه بس إحنا بنحاول نشرح عشان ناس تفهم وفي نفس الوقت أنا متأكد إن فيه ناس كتير فهمة لإن الناس كلها شلت إدها كل الناس شلت إدها ما حدش بيساعد النادي الإسماعيلي خالص يعني حتى الناس اللي موجودة في إسماعيلية اللي هم رجال الأعمال كله شل إيده وسايبين البشماز نصري الواحده ليه؟ هو مجلس لا أنا ما عرفش أسبابها آه ما عرفش ما عرفش عشان بس ما بس ما فيش حد بيساعد خلال مش حد بيساعد يعني حتى المفروض يعني برضو أنا بقول كلام كده ما عرفش يعني المفروض إنك أنت عندك محافظة وقفة مع النادي وبتساعد النادي لكن سايبين الأمور برضو خالص المجلس الإدارة يدير فقط المجلس الإدارة ومجلس الإدارة يعني هيعمل إيه برضو يعني مش عايزين نجا يعني نكلفهم أكتر من طيب لكن أنا بقول إن إحنا بنفهم الناس عشان تبقى فاهمة الكلام ده أنا ما ليش إحنا إحنا فرطنا في إحنا فرطنا في إحنا فرطنا بس عشان نرجع لحتة بتاعتك آه يا وإياد إحنا بعناه لنادي روسي حطين حطين مثلا شرط ممكن يرجع لنادي الإسماعيل وممكن يتباع برة أنا خلاص أنا خلاص أنا بعت إياد يرجع بقى من النادي التاني على نادي آآ 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 أي اسم آآ هالإياد العسكران يفعقده حاجة بتقول إنه لو رجع مصر والله أنا أعرف إن هو المفروض يعني آآ لو رجع مصر يجي لسماعيلي لكن في الأول وفي آآ أنا بسمع كده كريم لكنه ما عرفه مية في المية فهم مش التفاصيل تعاقضا لكن في الأول وفي الآخر أنا بقول خلاص أنا آآ أنا عياب ما بقاش بتاعي صحيح تاني حاجة يا كريم احنا زمن الاحتراف وانك انت تعمل ارقام كبيرة للنادي مش فارق معايا مين بقى انا هبيع كريم هبيع كريم بقى يجيلي محمد يجيلي حسين يجيلي صلاح اي واحد فيهم المهم ان انا عايز اللي يخدمني في شغلي يديني الرقم اللي انا عايزه كده كده انا هبيع كريم بص يا كريم مش عايزين نعمل زي الزمن اللي فيه جهل شوية ان احنا نقول ايه اصلا هنصفر كريم مش عارف فين عشان يرجع خبري يعني انا بقول ايه احنا عايزين نخلص من القصة ديه في الاول وفي الاخرى وزمن احتراف ارقام كبيرة هنحاول نشوف لا اجزم طبعا دلوقت يعني ان حد موجود وبرضه في نفس الوقت مش هقدر اقول ان حد ممكن نمشي لسه متعرفش الامور هتمشي ازاي اقول لك حاجة الليك والجمهور اللي اسمائيلي تحديدا يعني نادي ايكس مسلا ده في هولندا ده واحد من اكبر اندية اوروبا واكبر نادي في هولندا يعني ده شغلانته ايه في اوروبا انا بصدر لعيبة بصدر لعيبة انا كل شوية طلع لعيبة صغيرة واروح ابيعها واجيب لعيبة تانية واروح مطلع لعيبة كويس تانية واروح ابيعها دي موارد النادي بنبيع اللاعبين للعالم ما بيزعلوش انه هو بيبيع لعيبة لأ بعدها بيعرف يطلع لعيبة تانية يلا نبيع ونستثمر دمي إله ده مصدر مهم في الأرسنال آه قعد اتنين وعشرين سنة صح مدير فن ما بيعملش حاجة غير انه يجيب ولاد صغيرين صحيح وآخر السنة يبيع اتنين ويعمل الفرقة صحيح بس الفرقة محافظة على مكانها صحيح بقاله دلوقتي سنقول سنتين تلاتة بيحاول بيحاول ياخد الدوري صحيح بيحاول لكن وبدأ يشتري وبدأ يحافظ على الفرقة وبدأ يعمل فرقة من الفرقة كويسة جدا بس بيحاول وبينافس لغاية آخر اللحظة ومبياخدش ده المسألة مسألة التحضير دي يا كريم مسألة كبيرة جدا مسألة كبيرة جدا انك انت ازاي تحضر ويجيب لعيبة وازاي يبقى عندك رعاة كبار جدا وازاي انك انت تحافظ على أموال النادي وازاي انك تعمل فلوس للنادي وازاي انك انت تحافظ ان اللعيب بتاعك طول السنة او طول السيزون نفسه بياخد حقوقه والنادي بتاعك فيه ما يكفي من الاستقرار بتيجي تبص آخر الشهر يا كريم بيبقى اهم كبير جدا انا مجلس الادارة اهم كبير جدا وهم عليك انتك يا جايز فاني موالعيبة بتجي لك اول واحد تقول لك انا مخدتش مستحققات انا المرتب بتاعي مخدتش شاهدة وعلى فاكرة الناس كتيرة مديرين في مؤسسات في شركات لو جالك كم موظفة اقول لك انا معيش مستحقات انت لما بتعافش تتكلم معاه مش هتقدر انت بتضغط نفسي مش هتقدر مش هتقدر لاني هو الراجل مرتبه هو بيصرف دي على بيته او بيلب التزامات بيته من مرتبه الناس كبه فاكرة انه لعيبت الكرة دي كل واحد عنده في البنك تلاتين اربعين خمسين مليون جنيه كل اللعيبة كل اللعيبة كله اه هو ربنا يزيد طبعا اللعيبة طبعا يا رب يا رب بس مش كل اللعيبة لكن مش كل اللعيبة عندهم الارخام ومش كل اه معظم اللعيبة بقاله سنتين تلاتة ما خدش فلوس فالفلوس اللي عنده بيحاول يصرف منها احنا هي قصة طويلة وقصة اه طبعا لكن انا بقول ان الحمد لله رب العالمين الامور ماشي بهدوء الامور ماشي يعني الحمد لله في احسن حال ماشي الامور بتيجي شوية تشد وبعدين شوية يعني ماشي يا كريم يعني الحمد لله طيب اه انا عايز سألك على حاجة عنك انت تحديدا بس اروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك خليكم معانا بعد الفاصل نواصل مع كابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم خليكم معانا يا رب حضرتكم مرة اخرى لسه مشرفني ومنورني كابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدارب العام ليه الاسماعيلي وقت له قبل الفاصل انا اسألك انت سؤال ليك انت شخصي مش للنادي الاسماعيلي اتصور ان هو متوقع السؤال يعني لما عين الكابتن اهاب جلال مديرا فنان المنتخب مصر والكابتن اهاب جلال كان طالب جهازه المعاون وكان طالب بك تبقى موجود وبدأ اسوات تتقال انه اتحد الكرة هو اللي بيعين المساعدين ولازم يبقى واحد اهلي وواحد زمالك ولازم يكون لها ورصيد دولي ولها ولها وكلام من ده كتير يعني بالمناسبة انا وقتها انا اختلفت جدا انا قلت جهاز فني يبقى جهاز فني كامل مفيش في العالم كله كده يعني في اوروبا كده انا منعرفش مين اصلا المساعدين بس يبقوا ليهم دور كبير الفترة دي بالنسبة لك ديقتك والله يا كريم بص انا يعني الفترة دي من الفترات انا بقول انها من احسن فترات لها لان هي كان لها اسباب انا بقولك يعني كابتن اهاب انا علاقتي بيه كبيرة جدا وفي الشغل كمان علاقة كبيرة جدا لكن هو قبل ما يمسك المنتخب بحوالي شهرين جاله عرض ان انا اتولى مسؤولية الرجل الاول في النادي الاسمعيدي وهو اختار ان هو يعني ان انا اختار لي الطريق دو قال لي لا انت لازم تروح دلوقتي تشتغل وتعتمد وهو كان شايف ان انا ممكن اقدر يعني اروح في الحتة دي وانا فترت يعني فترة ما بين ان انا ايه حاولت يعني ازبط دماغي بس قيمة النادي الاسمعيلي خلت الواحد في الاخر بقى موجود في النادي الاسمعيلي وعملت متشاط يعني انا بقول انها متشاط معقولة جدا لكن ما كانش برضو فيه في بعض المتشاط توفيق كبير جدا لكن الحمد لله رب العالمين يعني مشيت في الفترة ديت وكان هو جاله بقى منتخب مصر وهو كان مديني الفرصة ان انا بقى الرجل الاول فما كانش هو بين بقى الاثنين هو مش قادر يخليني اسيب لان همسك الاسمعيلي شهر او اثنين وبعدين ما كملت الشهر كمان يعني وهروح ولا اكمل الفرصة بتاعتي وهو اختار هو جه ممكن يبقى الله اعلم التفكير كان ازاي لكن هو في الاول وفي الاخر كان بيختار لي الطريق اللي احسن ليا لان احنا دايما بنتكلم في ما يعني هو دايما بيشوف لك احسن حاجة ليك ومصلحة يعني هو يا كابتن حمد ما طالبكش ما طالبش امتحاد الكورة ان انت تبقى موجود معه في منتخة مصر لا في الفترة دي لأ لاني انا بقول لك كنت لسه انا الرجل ماسك في المدين اسماعيلي هو ماسك وكان الاختيارات بتاعته كان احمد حسان معانا وكان هو اللي مختار وكان بعد بقى الاختيارات اللي انت عارف بقى يعني مش عايز هتكلم في التفاصيل بتاعتها لاني هنتكلم هنزلم ناس كتيرة جدا يعني لو اتكلمنا ناس كتيرة هتزعل وناس مسؤولة كبيرة جدا في الحاجات ديت لان افكار بتاعتنا افكار انا بقول افكار من زمن كبير جدا اصلي انت جايب مدير فني فهو اللي يختار الجهاز بتاعه لا احنا لازم نوفق الامور ونزبط الامور وده كلام انا مش عايز اخش في تفاصيل ليه لاني بقولك ناس هتزعل كتير جدا لكن في الاول وفي الاخر هو كل شيء نصيب كل شيء الحمد لله رب العالمين وانا كنت بقولك مستمتع جدا لان كنت ماسك نادي كبير جدا اسمه النادي الاسماعيلي وانا اتشرفت ان انا كان معايا ناس مساعدين من الناس المهمين جدا دكتور عطية السيد وكابتن احمد سامير ومجموعة من الناس وكابت سيد توفيق وناس مجموعة والحمد لله مشينا بشكل معقول جدا لكن الحمد لله رب العالمين كان فيه امور انا برضو مش حابه بتكلم فيها لكن الحمد لله رب العالمين انا مبسوط جدا ويعني لكن ماسألت بقى المنتخب مع كابتن اهاب انا بقولك هو اتظلم ظلم كبير جدا ولو تكلمه في التفاصيل الناس كثيرة هتزعل وما له خلاص يعني الوقت عادة لكن بنقول بقى كان مهم جدا ان تجربة المدرب الوطني ازاي انت انت اللي ادعمها انت اللي ادعمها وكانت فترة صعبة جدا على كابتن اهاب لان انت بتنسك في نهاية سيزون والنادي الاهلي خرج من بطولة الابطال وخسر في النهائي فاللعيبة بتاعته جاية بعد موسم كبير جدا ونفسيا وبدنيا تعبنين جدا محترفين مريحين بقى لهم فترة اربعتاشر يوم محمد صلاح الراجل جاي خسران نهائي دور الابطال وراجل جاي يعقى اقصد ان ما كانش فيه استخرار في الحاجات دي فلكن انا بقول الحمد لله هو خد احسن حاجة وخد نصيبه وان شو الله ربنا يكرم كابتن اهاب جلال ما استمرش كتير مدربة لمنتخب مصر كابتن حسان البدر ما استمرش كتير مدربة لمنتخب مصر متفاعل لفترة الكابتن حسان حسن مع المنتخب والله احنا 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 بقولك احنا بندعم اي حد مصري بندعمه لكن لازم نبقى برضو ايه يعني يبقى فيه انا بقول لازم يبقى فيه رؤية انت شايفها نفسك ولازم تبقى انت بتتكلم وعارف ما تحطش ودنك مع الناس كتيرة لكن وتشوف انت عايز ايه انت عايز تحط طريقة لقب بانهي شكل احنا ربنا كرمنا واخدنا اربعة بنت من المبارايتين جاي جدا 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 الاثنين المنافسين اللي معنا بس لازم نشوف يعني احنا عايزين نشوف الاداء اللي هو الاداء كويس بالنسبة لمنتخب مصر انا بقول ان اخر مباراة يعني الناس بتقول احنا بنقدي بشكل كويس انا مش عايز اتكلم في الحتة اللي فنية بقى لا بالاكس احنا بنتكلم فني لمصلحة منتخب مصر يا كتير حمد اه لكن انا بقولك يعني لازم تورينا بقى ان احنا نشوف حاجة فنية نشوف حاجة مختلفة اه احنا حتى حتى كابتن حسام حسن احنا بنختاره اه هو في كل الاندية اللي مسكها اه عمره مدور على الحتة اللي فيها استحواز وفيها اصلا انا مش عارف ايه وما ما فيه انا بقول كده ليه برضو انا عايز ان احنا ان شاء الله هو نبقى احنا في ظهره ونبقى مش عارف ونشوف بس كل واحد بيبقى ليه شكل في طريقة اللعبة كريم عمرك ما ما جربتها في عندية انك تعمل الاستحواز وتلعب على الاستحواز وتلعب على الكلام دوت لكن بقول برضو في الاول وفي الاخر اه انت رؤيتك الفنية هي اللي هتبان وهي اللي تتقال وهي اللي تتعمل حتت بقى ان اه برضو جوه المباراة اسلي محمد صلاح مردش ماش عايزين بقى ان اخش في الكلام التفاصيل الصغير ده اللي ملهوش يعني ملهوش اي ازاس من الصحة لكن انا كمدير فني ابقى محضر انا محاطة اتنين اللعيبة على الخط فانا لازم ابقى عارف ده انت بتكلم في منتخب مصر مش في فرقة يعني ممكن انا في فرقة اه ابقى جايب اتنين تغيير وبعدين يجي لي لحظة روح مرجع لعيبه ممكن تحصل وممكن تحصل ممكن بس انت بتتكلم قيمة منتخب مصر وقيمة اللعيبة اللي معاك زي مصطفى فتحي او او ناصر مهر وهم بينزلوا طبق انت عارف انت مين هيخرج ومين هيدخل يعني فا لكن مش عايزين انا مش عايزة نقف عند الحتة دي يا كريم صح لاني مش هو ده الاصل الاصل النتيجة وادائك انت تشوف منتخب مصر احنا عايزين نتطور في حتة الاداء احنا ده انا ما كانش كويس اه 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 انت ممكن بقى تعمل ايه بعد كده الفترة اللي جاية او او الناس هتبصلك بقى انه شك انا هبقاعد اقول انا مختنع ان انا كويس انا كويس والناس بتقول علي كل الناس بتقول لا في حاجة في حاجة مش مزبوطة يبقى في حاجة مش مزبوطة فعلا. بس انا عجبني كلامك جدا والخصه بفكرة انه يلا يا كابتن حسيم افرض شخصيتك الفنية على الفريق. خلاش خش اه احنا انت منتخب مصر. الفترة قريلة اللي كانت بس عندك فصة دلوقتي. اه اه لا هنقول هنقول احنا اه احنا المباريتي الاولين دول مش عايزين نتكلم فيهم. ليه? هنقول فترة ما بين المسلمين وآآ فكرة المحترفين مش كاملين وفكرة. طب اه بس انت الحمد للارب العالمين نادي الاهلي جاي لك وهو كذبان بطولة. نادي الزمالي جاي لك وهو كذبان بطولة. المحترفين بتوعك رجعين وبيلعبوا. يعني هنبص بقى في شهر تسعة بقى عايزين نشوف بقى اه الفكرة الفنية بقى اللي احنا عايزين نستمتع بمنتخب مصر. شح. عايزين نشوف عايزين نشوف. وانتشوف شخصيتك انت في حتة اه اه الرؤية الفنية انت عايز تعمل ايه? شحر. اعمل اللي انت تعرفه. شحر. يعني انا عايزة اه هنقول اعمل اللي انت تعرفه ده هو تحتها برضو خمسين خط. ليه? مش عايزة اقول حاجات انا ما بعملهاش اصلا في شخصيتي. ما مش هعرف عاملها. انا 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 اه عايزة الهجمة من تحت. انت اصلا ما بنبنيش عمرنا ما بننا الهجمة من تحت. يبقى مش هعرف الحتة دي. لا. يبقى انا عارف ان انا وانا بعمل الكلام دوت لازم بقى يبقى فيه تحفيز كتير. فيه ناس كتيرة بيشتغل معاها. اصلا اسلوبي وقناعتي لما لعيبي اغلق في الكلام دوت انا هستحمل ولا لا. موضوع كبير يا كريم يعني. شح. لكن ده منتخب مصر. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شح. ونتمنى ان احنا نشوف اداء جيد جدا. واحنا كلنا هو مدرب منتخب مصر مصري. احنا كلنا مصري. بيمسلنا كلنا كمدربين. شح. فانا بقول ان شاء الله بازن الله ينجحوا ويبقوا في احسن حاجة. بس اعمل اه وابقى مقتنع باللي انا بقوله. لان هو اللي هيحصل في الملعب هو اللي المفروض اقوله من من لساني. تاني احنا معالش اخر حاجة بس. احنا مش عايزين نعاخب الناس برضو لان انا يعني قريت حتة كده برضو. احنا مش عايزين نعاخب الناس اصلي انا الناس اللي. كل واحد هيقول رأيه في الاول وفي الاخر وام تعمل اللي انت عايزه. اللي انت مقتنع بيه. اللي هو هيفرض شخصيتك انت. لكن مش هنقدر نوقف كل واحد يقول رأيه يبقى خلاص بقى نقفل بق الناس. محاجش يحصل. مش يحصل. مش يحصل. ودي كورة. كلنا بنتكلم في الكورة. كل الناس بتقول قراءة في الكورة. مستحيل. مستحيل. وكده كده انت كانت الحسام حاسي اللي معاه المنتخب. اللي معاه الادارة الفنية للمنتخب. خلاص انت. انت معاك. اكسب وكلنا وراك ان شاء الله. انت معاك اتدفة بقى. معاك اتدفة انت اللي هتكسب. انت اللي هتقدل اداء الشكل كويس. انت اللي هتقدر تبقى متحكم عصبيا في نفسك. موضوع مختلف يعني. صحيح. مش عايزين ناخد حتة بقى ان انا هقعد اه الحمس. لا مش عايزين نبطل بقى اكل انت روحت في حتة كبيرة. يعني انا بقول دي نصيحة لك. اه انت روحت في حتة كبيرة منتخب مصر. اسماء كبيرة جدا معاك. اشتغل بقى ونشوف ان شاء الله وبالتوفيق بازن الله. ان شاء الله. كابتن حمد الحوار معاك ممتع جدا انت شرفت ونورت والله. ده يا كريم انا مبسوط جدا ان انا يا ربي خليك. انا مبسوط جدا يا كريم. انت عارف. غالي عني دايما. يعني ببقى سعيد جدا وحنا بنتكلم مع بعضها. شكرا يا كابتن حمد. شكرا جزيلا. خيتام لك انا مع الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم. يلا نخش على اليورو. بطولة هتبدأ خلاص اهو. اقل من 48 ساعة مع الصديق العزيز محمد عبد الوهاد بعد الفاصل خليكم مخدر. يعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هزي الفقرة راجل عشرة عمري يعني اشتر الناس. من اشتر الناس اللي يعني ممكن تشوفهم في الكورة. وبعدين ما بتيتقض معها حتى قاعدة ودية كده برا الهوى. بتيتقض معها لعب كورة كده وبتاع اسمها لعبة. بيجيب لعبة مسلا من الستينات من السبعينات. مسلا اللاعب الحارس التالت في فريق اودونيزي مسلا هو عارفه. فتبقى العملية مأساية. يعني فيه صعوبة دايما في الكلام في الكورة مع محمد عبد الوهاب. صديق العزيز دي في هزي الفقرة. هو منور الدنيا. بنورك يا كريم والله ومقدمة يعني مستهل هس. الله يعمل. والله يبسكرك عليها جدا ودايما بستمتعونا مع كل مساهدينك. حبيبي يا ابو بنور الدنيا. حبيبي يا كريم ربنا يخليك. اليورو خلاص. كم ساعة. عايزي لو بس ألك ايه ذكرياتك مع اليورو? ايه البطولة اللي انت حبيتها في اليورو? ايه المنتخب اللي انت بتحبه في اليورو? طيب انا عايز اقولك ان انا يعني اليورو هي اكبر بطولة اوع عليها. يعني كاس عام تسعين ما كنش واعي قوي. اتنين وتسعين كان عندي ست سنين. وفاكر جدا اه ليلة اه المباراة النهائية دنمارك والمانيا. انا كنت بنام بدري طفل عنده ست سنين عادي. فطلبت من والدي الله يرحمه قلت له سجلي الماضش ده. عشان اتفرج عليه تاني يوم. وانا عندي ست سنين. ست سنين. فا اه بالطبيعي ان انا كنت بشجع القوي. كنت بشجع المانيا. ورغم ان انا عمي في حياتي بعدها ما شجعت المانيا. كنت بحبت لنس من جدا. فا اه لما صحيت سألت بابايا قلت له الماضش خلص كام. فقال لي دنمارك كسبت. طبعا كانت مفاجأة. اول مفاجأة. يعني من اول موعيد على كورة ان الدنمارك هي اللي تكسب المانيا. اه بطل كاس عام تسعين طبعا فما تتركتش على الماضش لحد النهاردة تقريبا خلاص. يعني ما تشوفتش حتى منه الهاي لايتس خالص. فبالتالي بالنسبة لي اليورو دي هي اول بطولة اعلامية. اوع عليها اه من اول ما بدأت اتفرج على كورة يعني. اه انا فاكر حتى يا كريم عندي في في الاوضة بقى بتاعتي انا واخويا يعني من في بيت اهل يعني. كان عندنا على كوميدينو كده الصورة بتاعت الدنمارك. المنتخب اللي فاز بقى بطولة اليورو تين وتسعين. فهي بطولة بالنسبة لي اه اه نوستالجيا جدا. هي اول بطولة وعيت عليها. وعايز اقولك حاجة كريم. انا لعبت لعبة الجيم بتاع يورو تنين وتسعين. لعبتها. يعني لعبتها وكانت لعبة ساعتها كانت قلبة الدنيا يعني. طبعا. فبالنسبة لي اليورو دي ذكريات كبيرة جدا يعني. ايه المنتخب انت بتحبه اما. انا ايطاليا طبعا. ايطاليا من 94 بقى كاس عام 94. روبيرتو باجيو بالنسبة لي ايطاليا دي نومبر ون. يعني ايطاليا ومصر. يعني حتى لو كاس عالم مفوش ايطاليا ومفوش منتخب مصر. فانا مش مهتم اصلا. لانا ممكن اروح الستاد واسافر عشان احضر ماتش. يعني كاس العالم الاخير في قطر. عشان مصر مش موجودة في. وعشان ايطاليا مش موجودة في. فبالتالي ما اهتمتش اوي. نفس الاهتمام اللي كان اه كنت بقى فيه لو مصر موجودة او ايطاليا موجودة. طيب. ايطاليا السنة دي. بتقدر تعمل حاجة تقدر تنافس مع سبالتيا. وسبالتيا هوم دار بيقدر يتعامل مع كل ظروف. مع اي عناصر. مع اي قوالتي اللاعبين. ايطاليا دلوقتي مش ايطاليا آآ زمان. مزبوط. ايطاليا فيها نواقص كثيرة ومواهب قليلة جدا. بس سبالتيا ممكن هيعمل حاجة تبقى المفاجأة في هذه البطولة. جدا. جدا. اه بطولة اه الفين عبر وعشر شبه شوية بطولة الفين وستاشر. كان منتخب ايطاليا وصل الفاينال في الفين واثنشر. وخسر خصارة كبيرة جدا. من اسبانيا في المبارية نهائية اربعة صفر. عاد كونتي شوية تجديد دماء منتخب ايطاليا وقدر في الفين وستاشر ان هو يعمل بطولة جيدة جدا لولا الخصارى من المانيا با اه اه ركلات الترجيح. انا شايف ان في لعيبة طاليان طالعين من الدوري إيطالي بقى بيغير جلده شفنا جاسبريني مع أطالنطا شفنا تياجو موتا مع بولونيا أكتر من فرقة بتلعب كرة ممتعة وفي نفس الوقت كرة متوازنة مش شبه شوية الكرة اللي ممكن تشوفها مثلا من ديزيربي مثلا مع برايتن اللي هو كرة هجومية بشكل كبير وما فيش التوازن سفالتي من أكتر المداربين طاليان على مدار 20 سنة فاتوا اللي عندها مرونة تاكتكية كبيرة جدا بيلعب بالأدوات اللي معاه سواء بيلعب 3 ورق أو بيلعب 4-3-3 مع نابولي عمل سيزن عظيم جدا مع أوسمن وكفارة سيخيليا فأتوقع بجيل للعيبة طاليان حتى كمان فيه لعيبة طالعة صغيرة ومع بولونيا مع أطالنطا مع أكتر من فرقة فيقدر سفالتي بالمرونة التاكتكية بتاعته وباستخدامه الجيد للأدوات وبعمق التشكيلة اللي موجود في إيطاليا يقدر يفاجأ الناس كلها وأتوقع أن إيطاليا ممكن توصل سيمي فاين هلأ معك لها بمصاب سهل يا جميل احنا عندنا ست مجموعات في اليورو تمام هنقول مجموعة مجموعة يلا بي وقولي تتوقع مين اللي يسعد من كل مجموعة يعني يلا بي أقول مجموعة ألمانيا وسكتلندا والمجر وسويسرا طيب أتوقع أن سويسرا تتصدر المجموعة أصلا أصلا أه يعني متلش ألمانيا أنا واسق جدا في سويسرا ألمانيا صاحبة الأرض أه وأنا شايف أن ألمانيا ممكن تسعد كأفضل توالد كمان 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 حسن سكوتلندا معاهم مع سيف كلارك معاهم جيل جيد جدا وعندهم نصف ملعب قوي جدا بجون ماجين ومكتوميناي من منشستر يونيتد سويسرا عندهم لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا زي شاكيري وشاكا معاهم طبعا فابيان شار معاهم أكتر من لعب معاهم يان سومر لما يوجد أن نصف يشايفه أحسن حارس مرمى في أوروبا في الموسم ده من الدوريات الأوروبية الكبيرة فشايف أن سويسرا مع أمورات يكين ممكن يبقوا متصدرين لمجموعة بعدهم سكوتلندا وبعدهم ألمانيا طيب المجموعة الثانية أسبانيا كرواتيا إيطاليا ألبانيا أسبانيا هتتتصدر بالكعب العالي على إيطاليا وبالمناسبة يا كريم أسبانيا وإيطاليا أكتر فرقتين واجهوا بعض في تاريخ اليورو واجهوا بعض سبع مرات وكليني واجه أسبانيا خمس مرات منه طبعا جوجي كليني فأسبانيا مع إيطاليا في اليورو أسبانيا كعبها أعلى فأسبانيا ممكن تتتصدر المجموعة إيطاليا هتكون تاني وأطاق أن كرواتيا تكون من أفضل توالي هاي مجموعة دي احلى مجموعة يعني. اه طبعا. مجموعة الثالثة سلوفينيا الدنمارك سوربيا انجلترا. سلوفينيا الدنمارك انجلترا. سربيا. اتوقع انجلترا تتصدر. المركز التاني هيكون ما بين سربيا وما بين الدنمارك. واتوقع ان سربيا ممكن تكون وهقولك ليه واحنا بنستعرض تشكيلة الكشافة يعني. والدنمارك ممكن تصعد افضل طويلة برضو. انا بشجع انجلترا. انت بشجع ايطاليا. وانا بشجع انجلترا دايما بتخسر. يعني انت بتكسب شوية شوية بتخسر. اه. انا دايما بخسر انجلترا. بس انجلترا السنية دي عندها جيل مرعب. انجلترا ممكن تاخد اليورو السنة دي? لا. حبيبا. واتمنى مواجهة ايطاليا وانجلترا. اه. لان ايطاليا دايما بتكسف النفخة شوية. يعني دايما إنجلترا وصحافة الإنجلترا والدوري الإنجليزي في نفخة زيادة شوي إنجلترا عندها مشكلة طول عمرها كريم في حتة المديرين الفنيين نادرا لما تلاقي مدير فني إنجليزي بيغير في الكورة وعنده بصمة واضحة جدا حتى الدوري الإنجليزي على مدار من أول ما تفرجنا البريمير ليج يعني عدد المدربين الإنجليز اللي خدوا البريمير ليج يكادي يكون معدوم أنا مش متذكر سير أليكس وداجلش بنتكلم على طاليان أكتر من مدير فني بنتكلم على أسبان جوارديولا لكن مشكلة دايما في إنجلترا في الإدارة الفنية للمواهب الكبيرة اللي موجودة في إنجليزي المجموعة اللي بعد كده بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا بولندا، هولندا، النمسا فرنسا فرنسا تتصدر طبعا هولندا والنمسا والفريق الرابع مش متذكروا بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا بولندا بس على حسب إصابة ليفندوفسكي لو يقدر يرجع في تاني أو تالت مباراة ممكن بولندا تكون في المركز التاني بعد فرنسا وهولندا؟ هولندا جيل جديد برضو إحلال وتجديد لا، هولندا ممكن تكون هي مرشحة أكتر من الدنمارك من بولندا؟ من بولندا إيسا بلجيكا، وسلوباكيا، ورومانيا، وأوكرانيا بلجيكا، سلوباكيا، رومانيا، أوكرانيا بلجيكا في المركز الأول وأوكرانيا في المركز التاني هاي، آخر المجموعة برتغال، تركيا، تشيك، وغورجيا بورتغال وتركيا بورتغال وتركيا تركيا عاملة تسفيرات كاية عاملة تسفيرات محترمة جدا جيدة جدا واحد من فريقنا يعني بتاع فريق الكسافة يعني عندهم موهبتين جايين جدا في تاريخ الكورة يعني اللي جاي زي كينان يالدس واردا جولر طبعا من ريال مدريد هو بعمل فريق سكاوتينج الواحده كده عمل فريق كسافة الواحده كده وجاب لنا اللعيبة اللي انت هتبقى حابب تشوفها او ممكن تشوفها في اليورو غير الاسماء التقليدية يعني في اسماء عظيمة طبعا انت عارفها في اليورو بس في كم اسم كده هو بحي يقولك ايه ابقى تفرج عليه هم في اليورو فضل طيب في حراس المارمى يعني فير بروجن ده حارس مارمى برايتن الانجليزي عنده واحد وعشرين سنة هيبقى اساسي على فليكن مارك فليكن حارس مارمى براندفورد من الحراس المارمى اللي تحس ان عندهم ثقة كبيرة جدا ديزيربي اقتنع به بشكل كبير ان هو يبقى الحارس الاساسي بالنسبة لبرايتن عمل مباريات جيدة جدا ولو ان برايتن استقبل اهداف كتير عشان الطريقة الهجومية بتاع ديزيربي اتوقع عن الفير بروجن عشان كمان سنه انا خدت في الاتبار حاجتين يا كريم اول حاجة السن وتاني حاجة ان اللعيبة اللي برا اللعيبة المألوفة والمعروفة ما اكيد في حراس المارمى ممكن نتكلم على دوناروما ممكن نتكلم على اكتر من حارس مارمى ممكن نتكلم على منياه مثلا فرنسا لكن انا خدت بالي ان احنا نبص على السن ونبص على اللعيبة اللي مش كل المتابعين متابعينها بشكل جيدة نروح لخط الدار من اليمين للشمال كامبياسو اندريا كامبياسو ظهير ايمن وظهير ايصر وجناح ايمن حيدي الاسباليتي مرونة كبيرة جدا عمل موسم جيد جدا مع يوفنتوس ومارن بشكل كبير زامبروتا جدا ما هو في ايطاليا بيتكلمه ان كامبياسو ده هو خليفة زامبروتا لان هو جوكر وفي كل مكان بيقدي فيه بشكل جيد جدا فانا شايف ان كامبياسو ممكن واحد من مفاجآت البطولة ولو انه عنده منافسة كبيرة جدا مع دوليرانزو على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال دي ماركو بافالوفيتش من سربيا واحد من المواهب اللي تطالع في اوروبا بشكل كبير جدا بيلعب في ريتبول ساليسبورج النمساوي وانا بتوقع زي ما كان جفرديول من كاس العالم والناس بسط عليه وراح منشستر سيتي اظن هو هيروح فريق كبير جدا وعايزين نفتكر الحلقة دي يا كريم عشان هنتابع العيوة دي بعض اليورو ممكن ينتقله في الصيف باستثناء كان بيقسه طبعا عشان مش عايزه ينتقل من اليوفنتوس دراجوسن كان مع جانوة كان بيلعب في اليوفنتوس ما خدش فورسا راح جانوة عمل شغل كبير جدا مع جانوة جانوة فعل البند بتاعه وبعدها راح لتوتنام لو تفتكر يا كريم كان ليه انقاذ مميز جدا في ماتش منشستر سيتي وتوتنام طبعا فاخر اتحسبت اوف سايت وهو طلع من الارض كده وانقذ الكرة دخل في تشكيل التوتنام بشكل جيد جدا وهو واحد من المواهب اللي احنا ممكن نبص عليها مع رومانيا عالجنب الشمال ميلوس كيركس ده باك شمال ماجري لعب مع بولموس عمل اداء كبير جدا مع بولموس وكان بيلعب كباك شمال وبيلعب كمان كاجناح شمال ومؤثر جدا هجوميا اتوقع ان كيركس ممكن بعد اليورو يروح فرقة اكبر بكتير من بولموس طيب جواو نافز من بورتغال هايب عليه خناقة منشستر ينويتد بيفكر فيه اكتر من نادي في اوروبا من الدوريات الاوروبية الكبيرة ومن الانداء الكبيرة بتفكر فيه عنده 17 سنة بس عنده شخصية قوي جدا دفاعيا وكمان بيقدر يسجل اهداف سجل 6 اهداف مع بنفيكا السنة دي اظن ان نافز وهيكون واحد وحجز مكانه بشكل اساسي في ترسانة النجوم اللي موجودة في المنتخب البرتغالي فاظن هيكون من المواهب القوية جدا في اليورو سامارزيتش لازار سامارزيتش ده واحد من اسباب ان اودينيزي يقعد في الدوري الايطالي احرى السد اهداف برضو مع اودينيزي في الدوري الايطالي ولعب منتخب سربيا وهو بيلعب كمركز رقم 6 وبيحترق كلعيب رقم 8 لعيب عنده شخصية رغم صغر سنه وهو 22 سنة باكايوكو حيبع عليه خناقة برضو جناح ايندهوفن الهولندي جميل جدا مش ليفل فيه فعلتوه عشان سريع جدا هو احرز احرز اهداف كتير جدا تقريبا احرز اتناشر هدف مع ايندهوفن وهو كان من اسباب حصولهم على الدوري الهولندي على حساب فاينلد السنة دي فهو واحد من الاجنحة وكل المواقع يعني انا جمعته برضو من السكاوتس ومع المواقع العالمية يعني بيكلموا على باكايوكو اكتر من جيرمي دوكو جناح من شستر سيتي فاضح ان باكايوكو هيكون لي دور مع بلجيكا في النسخة دي من اليورو كنا نيالدس ده واحد يعني انا برشح لك ها كريم تتفرج على كنا نيالدس كان مؤثر جدا مع اليوفنتوس هو كان من ناشئين باون مينخ واختار ان هو ينتقل لليوفنتوس وبعد ما انتقل لليوفنتوس كان فيه كلام عليه رغم سورس انه انه عنده 19 سنة بس هو لعيب عنده شخصية وفي اول مباراة دولية لي لعب قدام المنتخب الالماني واحرز هدف فوز تركيا على الالمانيا وكان هدف رائع جدا كان فيه ثقاف نفسه بشكل كبير بيلعب كجناح وبيلعب كلعيب رقم 10 برادلي باركولا احنا شفناه مع باريش سان جيرمان وهو بيعولوا عليه فكرة ان هو يبابديل مبابيه هو بيلعب كجناح ايصر مراوخ جيد جدا بس مشكلته بس في حتة الانهاء لو حسن الموضوع ده عند باركولا هيبقى واحد من نجوم الصف الاول في اوروبا ماشي واحد هيبقى عليه خناقة بنيامين سيسكو من سلوفينيا هو بيلعب في ليبزيك طلع الرابع الدوري الالماني الموسم ده وهو مرجعنا الايام المهاجم رقم 9 المحطة الطويل اللي كرته كمان كويسة شبه شوية زلطان إبراموفيتش فاتوقع عن سيسكو بعد البطولة دي ولو ان سلوفينيا ما عندهمش النجوم الكتار لكن انا متوقع ان سيسكو هيكون واحد من المؤثرين في دول المجموعات توقعت ان دول هيبقوا من نجوم اليورو بالضبط عايزك تتوقع لي عشان هارجع معاك بعض اليورو احنا كده كما بعض في اليورو اتفضل مع بعض كتير بس الاربع اللي هيروحوا بسامي فاينر في اليورو السنة دي الاربع اللي يروحوا سامي فاينر طيب اتوقع فرنسا اتوقع ايطاليا البرتغال يا خليك جزء عمال اغمزلك البرتغال وانا ما عارش عندي ثقة غريبة غير مبررة في السويسرا حاس ان السويسرا هتكون الحصان الاسوي غير مبررة ولا مبررة هي مبررة وغير مبررة غير مبررة عشان فيه منتخبات اقوى كعمق في التشكيلة لكن مبررة ان سويسرا دايما في قوس العالم وفي اليورو عندهم خبرة وعندهم توفيق وعندهم روح يعني في مبارات فرنسا لو نفتكر اظن فرنسا كانت متقدمة عليهم في اليورو اللي فاتت ثلاثة واحد وقدروا يرجعوا في النتيجة وصلوا مع اسبانيا لركلات ترجيح فهم فرقة في البطولات الكبيرة بتظهر بشخصية كبيرة جدا وعندهم خبرات في كل خط من اول سومر لغاية خط الهجوم عندهم لعيبة جيدة جدا وعندهم ميكس كمان ما بين اللعيبة اللي عندها خبرات وما بين اللعيبة الصغيرة فقط عن سويسرا ممكن تمام ممكن نشوف نسخة فيها مفاجأة كبيرة زي نسخة 92 و2004 دنمرك واليونان ممكن نشوف منتخب يفاجئنا في الكورة بقت صعبة يعني كان اخرها زي دورتموند مصحنا قدام ريال مدريد في فاينات شامبينز ديج اللي فات ما بقاش فيه مفاجأات في الكورة الفرقات زادت جدا يا كريم ما بين الفرق الكبيرة وما بين الدورة الانجليزية الوحدة وما بين ريال مدريد وبرشلونة وباين مينخ وباريس تان جيرمان بره الدورة الانجليزية فالموضوع بقى بعيد جدا اخر فرقة كانت ممكن تعمل مفاجأة كنادي يعني كان موناكو 2017 بوجود امبابي وبوجود لو تفتكر بقى برناردو سيلفا والجيل بتاع موناكو لكن بعد كده الموضوع بعيد جدا لما الاندية استغيرها بدأت ان هي تتخلى عن النجوم بتاعها لان العوائد ما بقيتش يعني زي الاول او الفرقات ما كانتش كبيرة مين اللي المدربين اللي تتوقع تعلقهم في البطولة دي؟ اتوقع سبالتي مش عشان بشجع ايطاليا بس هو فعلا سبالتي مع كل محطة بيروحها هو بيبقى ليه بصمة كبيرة وبصمة وقتية يعني بيبان قوي الفريق اللي ماسكه سبالتي بشكل سريع فأتوقع ان سبالتي ممكن يكون واحد من المدربين دول اتوقع ان ممكن هيبقى صعب بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لكرواتيا لان دالتش وديشان هم اطول اتنين مسكين فما فيش مفاجآت منهم قوي ممكن ما اظنش اسبالي هيكون في مفاجأة ساود جيت صعب جدا اظن سبالتي اظن سبالتي ممكن يكون اكتر حد ممكن يبقى بمفاجأة عشان هو لسه ماسك ايطاليا في التصفيات يعني طبعا وبشرفت ونورت بنورك يا كريم حبا وليالين بس حبا مفدين جدا شرفت جدا والله بوجودي معاك ودايما بستمتع والله بوجودي معاك واتمنى يكون كل المشاهدين مستمتعين جدا ان شاء الله شكرا جزيلا ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر رب تكونوا استمتعتوا معنا شوفكم يا رب على البقى